النباب بيه النهاردة صحيحنا الصبح نلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتقولك أخبار من مصادر مقربة من اللاعب أو من باريس النباب بيه فجأة بقى هيكمل في باريس سان جيرمال لمدة سنتين والحقيقة الإغراءات مش سهلة خالص واللاعب اللي يختار الطرف الأقل ماديا ده لاعب لازم تحترمه قوي لكن اللاعب اللي يروح للإغراءات المادية دي انت كمشجع كورة أو أنا يعني وإحنا مع بعض كده بنفكر هنقول يعني انت سايب ريال مديد عشان تكمل مع باريس سان جيرمال ممكن تقولها لكن هي وانت في الموقف ده مش سهل خالص مش سهل خالص انك تحسبها بحسابك انت وانت مش جوه الموقف مش هينفع أبدا تحسبها بنفس دماغ مباب بيه لأنه في العديد من العوامل اللي ممكن تحسب حاجة زي دي مش بس الفلوس بس أكيد الفلوس جزء منها قالوا ان العرضين شبه بعض على مستوى الفلوس اللي هياخدها أول ما يمضي بما أنه يكون تجديد بالمجان يعني أو انضمامل بالمجان فياخد 130 مليون يورو أول ما يمضي وقالوا بقى ان المرتب هيكون كده وبالتالي المرتبين مش بعيدين عن بعض لكن باريس الناحية التانية المرتب السنوي مختلف شويتين بعض الأمور الفنية هيبقى ليه سلطة عليها هتقول لي هو ده ينفع هو ده ينفع لكن مش في الكيانات الكبرى قوي هو ينفع في كيان عايز يتمسك بأي طريقة بواحد من اللي موجودين عنده لكن كل الأندية اللي فيها نجوم بشكل أو بآخر بيكون ليهم قرارات أو ليهم في صنع القرار حتة من باب بيه صغير في السن يتقلوا بحسب التقارير هناك أن انت لعب هتكون من أصحاب صناعة القرار بمعنى أن المدرب اللي جاي ممكن يبقى ليه اختيار فيه بمعنى أنه ممكن يكونوا أقنعوا بأن زين الدين زيدان جاي دي لقطات النهاردة لتقديمه ما خدتش أكتر من عشرين ثانية فهيلفلنا باب بيه ويبص لحضرتك دلوقتي ثم يبتسم معلنا أنه باقن في باريس الموضوع كمان بيدخل فيه سياسة يعني فرنسا عايزة أهم لعب فرنسي يكون في فرنسا فرنسا وقطر على مستوى مصر الخليفة مالك النادي برضو عايزين النجومية دي تبقى هنا عايزين نحن نبقى الفريق اللي موجود ده غير أن قطر هي لتصديف كاس العالم فمباب بيه اللي عايز كاس عالم تاني على التوالي عايز علاقة أحسن وعايز استقرار وفرنسا عايز علاقة جيدة مع قطر وقطر عايزة مشروعها ما ينهرش أصله سيبك من نايمار وسيبك من ميسي سيبك من ميسي تخيل سيبك من ميسي سيبك من كل دول مباب بيه هو رأس مشروع باريس سان جرمان وبرحيله عن باريس بينهار المشروع تماما هيروح نجوم وهيجو نجوم وهيحاولوا يبقى عندهم أهم نجوم في العالم لكن مباب بيه لو مشي الشخصية اللي احنا بنقول لانها مش موجودة في باريس سان جرمان ولسه بتتكون هتنهار كل اللي بناه في الفترة بدي انهيار لأنه أهم لاعب واعد انه هو يقودك للمستقبل لتوصل للي انت عايز بتاخد دوري أبطال أوروبا بيمشي عشان يروح لفريق كده كده بياخد دوري الأبطال هيبقى معناها انه شكرا ما تحاولش تاني لانك مش الطرف المفضل للاعب عايز ياخد دوري الأبطال وقعوا مع مباب بيه في النهاية سنتين أخرين مبروك لباريس سان جرمان أولا ثم مبروك للمباب بيه لأنه أكيد المستفيد الأكبر من هذه القصة هو باريس سان جرمان مش مباب بيه بعدها على طول بعد نصف ساعة من الإعلان عن التوقيع كانوا بيلعبوا ميدس في آخر مباراة في الدوري الفرنسي كسبوا 5-0 مباب بيه سجل هاتريك منهم احتفال سريع ويقال انه بعد الهاتريك ده هيطلب زيادة راتبه بهزر طبعا مع حضرتكم في النقطة دي تعالوا نرجع لمصر من جديد